السلام عليكم معكم محمود هنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شروري انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وبإذن الله ثم اما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة الله ولكن في بداية الحلقة اريد ان انوه اه ان فيه قناة اسمها اكستروة هي الابن الصغرى لقناة اكستروة قناة اكستروة فيها روسيات وسفريات او هي اسمها اكستروة روسيات وسفريات روسيات يعني تي امور الروسيات وسفريات يعني متخصصة بالسفريات في روسيا فهتلاقي الفيديوهات اسمها يا روسيات يا سفريات متخصصة في الموضوع ده بس فالناس اللي عايزة الفرعين دول يتفضلوا يتفرجوا على القناة هناك اه ده اول حد تاني حاجة اه قررت ان انا امسح اه حوالي تنمائة لتسعمائة فيديو من القناة يعني خلاص قديمة اه معظمها. اه موضوعاتها يمكن يعني اعد عليها الوقت او يمكن تنفع وقتها. المهم الفيديوهات دي عليها ونسبة مشاهدة ضعيفة فان شاء الله همسحها مش هعمل لها حظر او اخفاء. لا هتتمسح. فعمل اسمها قبل الحزف. علشان تطلعوا عليها لو في فيديو ينفعك ولا حاجة ممكن تسايفه على الجهاز عندك لانها هيتمسح يعني. فهدي مهلة كده شهر ونمسحه وبعد كده ايه? بنعمل غيرهم بقى ان شاء الله. او بنعمل غيرهم بالفعل. الفيديوهات دي لو حابين تطلعوا على الفيديوهات اللي هي تتمسح دي شوفوها قبل الحزف يمكن في موضوع منهم يهمك او سفرية منهم مثلا حتة معينة كانت جميلة نفسك تشوفها حاجة في كزان حاجة في سمارة حاجة في اي حتة في تركيا حتى في فيديوهات كتيرة من تركيا هتتشاهل هتتمسح. المهم ده كان التنويه بس في البداية. في قناة كمان تالت حاجة في التنويهات اخر حاجة ان شاء الله هي خاناة مهمة جدا اسمها تروة حكايات. دي بقى جديدة نوفي. دي الابن الاصغر بقى من خاناة اكستروة. خاناة تروة حكايات فيها كل القصص والحكايات اللي الخاصة بالناس العاشة في روسيا. سواء طالب دارس. طالب تزوج. قصة لقدر الله طلاء. قصة مسلا سفر وقصة نجاح او قصة فشل. اه قصص كتيرة فيها عبر. اه معظمها حالات اه شؤون اجتماعية او شؤون اه زوجية او شؤون عاطفية. اه ولكن في جزء برضو للتحديات وقصص النجاح المختلفة. فهي حكايات. حكايات كزا حكايات. هي قناة تروة حكايات. الحكايات بتاعك كل حاجة. حتى ليها حكايات خاصة بالحرب الاوكرانية. فا اه الشيء بالشيء يذكر يعني. فان شاء الله هكتبلوها هكتحط لكم بتاع قناة اكستروة. اه اه وقناة طبعا كلها بتاعت اه قبل الحسب. واللينك بتاع اه قناة تروة حكايات. فيبع عندنا قناتين. اكستروة روسيات وسافريات. وقناة تروة حكايات. نخش في موضوع الحلقة. الكلام على ايه النهاردة? بصراحة اه انا عايزك تراجع نفسك في حاجات كتير. اخ الكريم ايها الصديق. يا حبابنا لزم. اه. ما تساعدش مني لما اقول لك ان حضائك اكثر عنصرية. من روس كتير هاني. اقول لك ازاي. يعني حضائك شوف بتتعامل ازاي. اما بتلاقي واحد ازباكي او تاجيكي. اه بيحاول يزحمك في الوتوبيس. شوف بصله بقرف ازاي. ابسط حاجة. طيب في مؤسسة حكمية راح تعمل حاجة. في اه في البنك بتاع. بتلاقي واحد ازباكي كده. فعارف يتديله كتف كده وعايز تتفوق عليه. اما يجي مشكلة في الشغل مسلا وبتاع ده عايز تلبس ها اول واحد فيه فتشوفوا الوقت الازباكي ده هو ما فيش حد غيره هو اللي بيوسخ هنا اولا. اه تسمع ان في مشكلة وبتاع ده اقول الازباكي ده اكيد هو اللي عمل. فدايما اه صب الجام غضبك على الازباكيين وطلق. مع ان سبحان اللهم اقل مشاكل مما تظن. يعني مثلا. نادرا جدا عمري تقريبا ما سمعتها الا مرة واحدة. مرة واحدة بالضبط. ان واحد عينه على واحدة في العمل يعني عينه منها عايز يتجوزها يعني. واحد عربي عايز يتجوز واحدة روسية. ويلاقي واحد ازباكي بيزحمه فيها او بيحاول يتعرف عليها او اه ياخدها منه. اسمعتها? نادرا ان هي بتحصل طبعا بس. نادرا ما بتحصل ان واحد ازباكي اه او طاجيتي يبصلك في الفتاة اللي حضائك معجب بها. صح ولا لا? اعترف. لو قلت لو لقيتها كده لو عارف ان المعلومة صح قول. طيب. حضائك بتبص على الشيشانين والباجستانين او بزاة الشيشانين. ببصولهم بص عاملة ازاي? طب الروس اه بيتطريق عليهم ساعات. بعض الناس بتعمل منهم نكت ولكن في في العمل بيحترموا. لكن حضرتك ساعات ما بتحترموش. بتنزل لمستوى كده وبتاعه وتتريق عليه وتمسها وتشوح له بايه لك? الروس ما بيعملوش كده معظمهم. لكن حضرتك مش بقول حضرتك المشاهد ولكن حضرتك اللي هو مسلا بتكلم على عشرين في المية من العرب مسلا اللي هم عايشين في روسيا وممكن فين منهم بيشاهدوني. اقول لهم عشرين في المية منكو بيزود بيشتم. بيحقر من اللي قدام ازا كان شيشاني تصديقي اوزباكي الكرديزي. يا باشا هنروح بعيد ليه? لحضرتك بتحقر من العربي لزاك احيانا احيانا. يعني مسلا من غير ما اقول الجنسيات. اقول لك مسلا فلان ال. ده حيت تتعيل مش كده ولا ايه? فالتحطير والتقليل ده خصلا باي خياوي يعني نادرا ان ما حد بيعملها الروس بيعملوها ما هنكرش. ولكن في الغرف المغلقة اللي هو بينك وبينه كده اقول لك اه ده عيل. زي ما واحد نصلا يجي يقول لك اه اه ده الاتراك تورك. ايه يعني تورك يعني? اه توركي. عايز حاجة. اه فيقول لك اه ده اراب اراب. اه اراب عايز اه حاجة. اه ده طب يعني كسبت انت ايه او هتخسرنا انا في ايه? هتزعلني في ايه? ففي ناس عما يقول لك اه يا ايها الشيشاني يا ايها العربي. يزعل اوي ايه ده ده بيقول لها عربي. زي ما اصلا ما واحد عنده عامل خنائة مع واحد فلسطيني في السعودية. واحد مصري عامل خنائة مع واحد فلسطيني في السعودية. عشان ليه الفلسطيني بيقول له يا المصري. فازاي يا ام السعوديين اللي هم مديرينك في الشغل مثلا او ممكن يقول لك يا المصري ما تزعلش. ما تقدرش تزعل لانه في مدير هايناشتريك هيتنشك. طيب ومهما نروح ولا نيجي. طب مش انت مصري يقول لك لأ بس بيقولها بطريقة كاينه بيشتمي. كذلك هنا في روسيا ممكن يقول لك اه فين الولد العربي اللي هنا فين الولد المصر فين الولد المغربي اللي هنا فين الولد الجزائري اللي هنا. في ناس تضايق وتزعل. ولكن حضارك اللي بتعمله واللي بتقوله احيانا يزعل اكتر. يعني شوف قد ايه انا بجيبها لك من الحاجة اللي بتزعلك. والمثال بتاعها اللي حضارك بتعمله يزعل اكتر. فيستحسن ننسحب زي ما بننسحب لساننا البرا كده ننسحب بيه الجوه. اما ييجي لسان العنصرية يخرج من لسانك اكتمه. حفت ايدك على بقى. امتنع يا اخي عن عنصرية فانها مقيطة وهي سلف ودين هتجيلك من حد تاني خالص. ظروف تانية خالص وتلاقيه حقر منك ويقولك كلمتين بساطين كما لهمش اي قيمة ولا معنى ولا ثقل ولكن يزعلوك قوي. يبقى يتوك الليل دمعتك على خدك وحزين ومش عايز تروح الشغل تاني مش عايز تروح الجامعة تاني علشان واحد قال لك كلمة مش ظريفة. او جملتين حزف نفسك. فيا اخي الكريم. يا يعني يا عزيزي يا حبيبي. راجع نفسك. راجع نفسك مرة اخرى. فانك اكتر عنصرية منهم في احيان كثيرة. خلصة الحالة يا رب يكون المعلومة نفعة. سبحانك الله ومحمدك اشهد والله الى الان استغفرك واتوب اليك. نراكم على خير وفي خير. السلام عليكم.